بيان الجيش الوطني الليبي بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فصير الله عملكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العظيم إلى الشعب الليبي الجدير بالحياة والحرية والكرامة في وطن دفع الأجداد والأحفاد ثمنه الغالي خلال مئة عام مرتين أرواحا طاهرة ودما زكية وتضحيات في المرة الأولى لتحريره من الغزاة الطليان وفي المرة الثانية لتحريره من الاستبداد والطغيان يعلن الجيش الوطني الليبي جيش الشعب وحارس الوطن وطليعة الفدا إنه حسم خياره واتخذ قراره النابع من ضميره الوطني المسؤول والمستمد من الإدراك واليقين والثقة في قدرته بإذن الله على وضع حد لفلات المارقين عن السوية وتغول قوة الظلم والطغيان الجديد من مجرمين خارجين عن القانون ومفسدين محاربين للقيم العلية السامية وإرهابيين معاديين للحياة البشرية وحقوق الإنسان وفي إصراره على حفظ الحياة والحقوق المقدسة لأبناء الشعب الليبي والمحافظة على كيان الوطن من الانقسام والإذ محلال والضياع وحماية وترسيخ الديمقراطية باعتبارها الوسيلة المثلى لحكم الشعب من خلال الانتخابات وتداول السلطة ومنع الاستبداد والاحتكار وترسيخ التنافسية العادلة في كل المجالات وتحقيق الفصل بين السلطات والتوازن بينها وإعلاء شأن القانون وقيم العدالة وآلياتها وحماية حرية التعبير والإعلام والتظاهر وتأسيس المنظمات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني إن ليبيا مهد التاريخ وقلب العالم العربي وبوابة أفريقيا ودرة المتوسط والتي حباه الله الثروات هي جديرة بحياة أفضل مما كان ومما هو كائن وبحاضر المستقر آمن ومستقبل مزدهر واعد تأخذ فيه مكانها اللائق ومكانتها التي غابت عنها طويلا نتيجة عقود الظلم والاستبداد وهي قادرة بعون الله تعالى ثم بإرادة شعبها المسلم المتماسك المتراحم على بلوغ ما تصب إليه ليس بحرق المراحل ولا بالقفز فوق الواقع بل بالعمل الجاد المؤسس على المعرفة والعلم والمدفوع بالقوة الفتية الشبابية التي أنجزت انتصار ثورة 17 فبراير التاريخية تحت نداء الحق الله أكبر وفي ظل راية الاستقلال وها قد حانت ساعة الانطلاق نحو غد حقيقي ليس متسربلا بالأكاذيب ولا متوشحا بالخداع ونحو أفق جديد تزول فيه كافة المعوقات ويشفى فيه الوطن من أمراضه الموروثة والمستحدثة من انعدام الأمن والأمان وفوض السلاح وتوقف مسيرة التنمية والبناء إلى التدخلات الخارجية إلى الصراعات الجهوية والقبلية وانعدام سلطة القانون إلى الجرائم والاغتيالات التي طالت حتى الأطفال وتطاول القوى الإجرامية للنظام السابق التي تريد إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء والعودة إلى تسلط العائلة المجرمة والعصابات الغاشمة إلى قصور الإدارة والأداء والسنزاف طاقات الاقتصاد الوطني ومدخراته واستثماراته والحرمان المتزايد للشعب الليبي من حريته وحقوقه ومتطلباته والتفاوت الفادح في دخول المواطنين ومستويات معيشتهم وتفشي الأمراض والمخدرات واجتياح أمواج الهجرة غير الشرعية بما ينذر بزوال ليبيا كيانا وسكانا من خريطة العالم إذا استمر هذا الحال خلال بضع سنين لكل هذا ولكثير غيره من مهددات الوجود وتحديات المصير تحرك الجيش الوطني الليبي مضطرا لا مختارا لينقذ الوطن وليساهم مع جميع الوطنيين الشرفاء الثوار في فتح أبواب الحياة أمام ليبيا وشعبها وإغلاق أبواب الخطر لا ليحكم ولا ليتحكم بل ليوفر المناخ الآمن والظروف المناسبة ليحكم الشعب عبر الانتخابات ولبناء الدولة العصرية الحديثة المتطورة التي تدار بالمعرفة والكفاءة والحوكمة والإدارة الرشيدة